اهلا بكم مشاهدين اكدت اقرير صادر عن دائرة الزراعة الحرة التابعة لمجلس محافظة حمص ان مساحة القمح المزروعة هذا العام بلغت قرابة 13 الف دنوم وستتوقعات بان يصل انتاجها الى 4000 طن كما بلغت مساحات الشعير المزروعة قرابة 17 الف دنوم والمتوقع ان تصل انتاجيتها الى 6000 طن ان سلمت هذه المساحات من الحرائق التي تشعلها قوة النظام في مثل هذه الايام من كل عام هذا ويذكر ان اجمال المساحة الصالحة لزراعة الحبوب برف حمص الشمالي تقدر بحوالي 100 الف دنوم زرع منها هذا العام حوالي 27% وبقيت المساحة المتبقية دون زراعة بسبب قربها من حواجز النظام والقرى الموالية له دعا برنامج الاغذية العالمية التابعة للامم المتحدة الى توقف القتال في سوريا حتى يتسنى للمزارعين حصاد محصول هذا العام ونقله داخل البلاد بامان ليصل الى جميع السوريين المحتاجين ايثرين كوزين المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي قالت في حديث امام المجلس التنفيذي للبرنامج انه توجد مؤشرات الى ان حصاد العام 2015 في سوريا قد يتجاوز حصاد العامين السابقين في الوقت الذي ينتشر فيه انعدام الامن الغذائي والنزوح الداخلي ومن المهم عدم فقدان تلك المحاصيل وان يبقى الغذاء داخل البلد لاعانة المدنيين انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي المعروف بقربه من النظام انتقد السياسات الاقتصادية لحكومة النظام معتبرا انها لم تنجح في الحفاظ على استمرارية المعامل التي اقلعت من مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب واضاف الشهابي خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي العمالي الاول انه بعد سيطرة النظام على المدينة الصناعية عاد حوالي 400 معمل للانتاج ولكن سرعان منخفض عددها الى 200 معمل على الرغم من ان المخطط كان اعادة 800 معمل ولكن قرارات منع السفر التي فرضت على العديد من رجال الاعمال الحاصلين على قروض منعت الكثير منهم من العودة وتشغيل مصانعهم والى اسعار العملات عودت دولار للصعود في الاسواق السورية وارتفع بحوالي 4 ليرات عما سجلته يوم امس ففي دمشق سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حوالي 296 ليرة سورية للمبيع كما سجل سعر صرفه في حلب قرابة الـ 293 ليرة سورية وفي اسعار المعادن انخفض سعر غريبية سعر غرام الذهب بشكل طفيف في الاسواق السورية دون التأثر بارتفاع الدولار محليا كما جرت العادة وذلك جراء انخفاض اسعار المعدن الاصفر باكثر من دولار في الاسواق العالمية فسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 9890 ليرة سورية حسب تداولات سعر الذهب في الاسواق السورية فيما وصل سعر غرامه من عيار 18 الى قرابة 8 480 ليرة سورية في نصف ساعة مخصصة للتبرعات جمع اكثر من 200 الف دولار وذلك ضمن حفل العشاء الذي نظمته جمعية سيريا ري لايف الخيرية في مدينة مانشستر البريطانية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لها المزيد مع مراسلنا جوان ابراهيم نظمت جمعية سيريا ري لايف بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لها عشاء خيريا خصص ريعه لصالح الوضع الطبي والتعليمي في سوريا بحضور ملفت لشخصيات مربوقة من المجتمع الإنجليزي في مدينة مانشستر البريطانية وتخلل الحفل عدة كلمات أبرزها كانت كلمة عمدة مانشستر في بلدية مانشستر كنا داعمين بشدة لمنظمة سيريا ري لايف وقدمنا تسهيلات عدة مجانية ونحن كمدينة نرحب بالناس من مختلف أنحاء العالم ونتشارك بكل الاهتمامات المتعلقة بمجريات الأحداث في سوريا وفي مستهل الحفل ألقى دكتور مونير كلمة الجمعية بطريقة مؤثرة ومشجعة للتبرع مع لقاطات من الواقع السوري المذري مؤكدا فيها بأن الغرض من هذا الحفل الخيري هو الوقوف على حجم المأساة والكارثة الإنسانية للنازحين الذين افترشوا الأرض والتحف السماء والغاية منه هو جمع التبرعات لمواجهة هذا الوضع لإنسان المتردد والتي تجمع مباشرة تأخذ إلى الجمعية الخيرية والجمعية الخيرية هذه تصرفها على المراكز الموجودة بسوريا الوضع الصحي والطبي يشكل التحدي الأكبر لكل الجمعيات الإغاثية العاملة في سوريا أرقام باتت مخيفة أكثر من 20 ألف شخص فقدوا أطرافهم جراء الحرب لذلك يبقى هذا الملف دائما من أولويات سيريا ريليف التي استطاعت حتى الآن مساعدة حوالي 2500 شخص منهم مشروع الوطن السوري للطراف صناعية هو كاملا للسوريين بوابه مفتوحة لكن المريض السوري مجانا يعني المريض لا يتكفل أي شيء حتى فيها أحيانا كثيرا نحن متكفل أجار السفر للمريض نصف ساعة مخصصة لجمع التبرعات كانت كافية لأن تحصد 200 ألف دولار والسبب وراء نجاح هذه الجمعية لحسب المراقبين هو فريق العمل الواعي والمؤهل والمدرك لمعنى الإفصاح والشفافية اجتماع اليوم هو خير دليل على تكاتف وتلاح مجالي السورية في بريطانيا محاولين الأخذ بيد أخوتهم في الوطن من خلال دعمهم ومساندتهم بكل الطرق المتاحة ليبقوا مستمرين في الحياة والثورة جوان إبراهيم أورينت نيوز مانشستر أكد البنك المركزي اليمني عزمه على صرف رواتب موظفي الدولة لشهر أيار الجاري في وقت تنامت فيه المخاوف بشأن قدرة البلاد على صرف رواتب موظفيها وقال المركزي اليمني أن الرواتب ستصرف بشكل طبيعي هذا الشهر لكل من القطاع العسكري والمدني بعد استكمال الإجراءات اللازمة وكانت الميليشيات الحوثية قد سيطرت على مؤسسات الدولة اليمنية بما فيها وزارة المالية وأوقفت رواتب معارضيها في القطاع المدني والعسكري مما رفضوا مشاركتها الحرب على الشرعية وفي العراق قالت مصادر تجارية اليوم أنه تم بيع خام البصرة الثقيل الجديد بخصم كبير بسبب وفرة المعروض وانخفاض الطلب من آسيا وذكرت المصادر أن شركة بتروناس باعت مليوني برميل من الخام للتحميل في حزيران لشركة تكريره هندية بخصم يزيد على دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمي هذا وقد تراجع الطلب على النفط في آسيا بسبب ارتفاع حجم صادرات خام البصرة الثقيل عن المتوقع وتوخي شركات التكرير الأسيوي الحذر في التعامل مع الخامات الجديدة توقع التونس تراجع إنتاج محصول الحبوب بقرابة الثلاثين بالمئة هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي حسب أرقام رسمية كشفت عنها وزارة الزراعة ويقدر إنتاج الحبوب لموسم 2014-2015 بحوالي 18 مليون ونصف المليون قنطار مقابل 23 مليون قنطار العام الماضي هذا وتشير تقارير رسمية إلى أن أسباب التراجع في محاصيل الحبوب لهذا الموسم تعود إلى العوامل المناخية وانحباس كلي للأمطار في شهرين نيسان وأيار الجاري في تقريرنا العالمي صعدت أسعار العقود الأجلة للنفط الخام نحو 1% بعد توقعات بالخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية وفي موضوع آخر اعترف صندوق النقد الدولي أن العملة الصينية اليوان لم تعد مقومة بأقل من قيمتها هذه الأخبار وغيرها في التقرير التالي ارتفعت أسعار العقود الأجلة للنفط الخام نحو 1% اليوم معوضة بعض الخسائر بعد تراجع كبير في الجلسة السابقة وذلك بعد توقعات من خفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي كما لقيت أسعار النفط دعما من تصريحات الدبلوماسيين غربيين استبعدوا احتمال التواصل إلى اتفاق نووي مع إيران بحلول نهاية حزيران القادم انخفض الذهب قرب أدنى مستوياته في أسبوعين اليوم بعد هبوطه نحو 2% في الجلسة السابقة مسجلا 1189 دولارا للأنصة وذلك مع صدور بيانات أمريكية قوية عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الأمريكي قد يتجه لرفع أسعار الفائدة هذا العام وواصل الدولار تحقيق مكاسب عقب موجة صعود دفعت المعدن النفيس إلى تكبد أكبر خسائره اليومية منذ نهاية شهر نيسان الماضي قال صندوق النقد الدولي إن العملة الصينية ليوان لم تعد مقومة بأقل من قيمتها بعد المكاسب التي حققتها في الآوينة الأخيرة لكن يجب على بكين أن تسرع وطيرة الإصلاحات للوصول إلى السعر صرف عائم وكان صندوق النقد وصف من قبل اليوان بأنه مقوم بأقل من قيمته على الرغم من الارتفاع التدريجي للعملة منذ الخطوة التاريخية التي تخذتها السلطات في عام 2005 برفع قيمة اليوان مرتفعا بشدة مقابل الكثير من العمولات مع عدد دولار في الأشور الأخيرة ارتفع مؤشر نيك القياس للأسوم اليابانية في تعاملات اليوم مواصلا مكاسبه لتاسع جلسة على التوالي لكن ما حدا من صعود السوق بيانات أمريكية مشجعة أذكت مخاوف بأن المجلس الاهتياطي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع ختم الفقرة الاقتصادية شكرا على كرم المتابعة أما الآن عودة إليك ميرا شكرا لك يا أمل شكرا لك